انابى الصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل لافتتاح معرض البحرين السناوي للفنون التشكيلية في نسخته السابعة والاربعين والمقام في مسرح البحرين الوطني بحضور عدد من اصحاب السمو المعالي والسعادة من كبار المسؤولين وذلك بمشاركة سبعة وخمسين فنان تشكيليا ما بين فنانين بحرينيين ومقيمين في المملكة ويضم المعرض اعمالا من مدارس واتجاهات فنية مختلفة تتنوع ما بين اعمال رسم باستخدام خامات ومواد متعددة وأعمال فيديو وتركيب وتصوير فوتوغرافي ونحط وغيرها وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة عن تشرفه بإنابة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله له لحضور افتتاح معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية في نسخته السابعة والاربعين وعن اعتزازه بمساهمة الفنانين التشكيليين ضمن فريق البحرين في إبراز الوجه الحضاري للمملكة وإظهار مدى اهتمامها بالفن التشكيلي كأحد المنتجات الفكرية والإبداعية والثقافية وأشهد سموه بما تشهده مملكة البحرين من نهضة فنية وثقافية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه ونوها سموه بمستوى الأعمال الفنية واللوحات التشكيلية المشاركة في المعرض والتي تعكس النتاج الجمالي المتقدم للفنان البحريني وما يسخر به من ابتكار وإبداع يقوده نحو مزيد من التمييز مشيرا سموه إلى أن اللوحات الفنية المشاركة مفعامة بالجماليات التي تعزز رسالتها الهادفة كما تم افتتاح معرض خليفة بن سلمان حضور بالمحبة تجدد لأعوام من عام 1972 إلى عام 2020 والذي يستضيفه متحف البحرين وتم تخصيصه لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله ويتضمن المعرض صورا لافتتاح المعرض منذ بداياته إضافة إلى عرض فيلم يوثق معارض الفن التشكيلي على مدى سنواتها الـ 46 وبعض الكلمات التي كتبها سموه حول المعرض بدورها توجهت معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة بجزيل الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله على رعاية سموه للنسخة السابعة والأربعين من معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية مؤكدة أن دعم سموه للحراك الثقافي والفني في المملكة يثمر على الدوام نجاحا ورقيا في برامج الثقافة ومشاريعها المختلفة كما وأعربت معاليها عن شكرها العميق لسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة على تفضله لافتتاح المعرض نيابة عن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي الوزراء وقالت معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة إن افتتاح معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية هذا العام بالرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع لهو دليل على أهمية الثقافة في هذا الوقت بالتحديد والتي تبقى المتنفس الأهم ومصدر الأمل في مستقبل أفضل يعطي الفن مكانته في المجتمعات كافة مشيرة إلى أن المعرض هذا العام استثنائي كونه يخصص مساحة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة طيب الله ثراه والذي دعم المعرض منذ تأسيسه عام 1972 كما يستدرج المعرض إلى أروقته إبداعات فنية من رواد الحركة التشكيلية في البحرين ومن الشباب البحرينيين المبدعين والفنانين المقيمين ليصنع صورة متكاملة لقدرة الفن على صناعة الأرضية المشتركة ما بين مختلف الفئات في المجتمع وفي ذات السياق تم الإعلان عن الفائزين في المعرض لهذا العام حيث فازت بجائزة الدانة الفنانة مريم النعيمي أما المركز الثاني فهو من نصيب الفنان أحمد عنان وفي المركز الثالث فازت الفنانة جمان القصاب ويعد معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية أكبر وأهم تجمع فني سنوي يقام بمملكة البحرين وقد استقطب عبر السنوات أبرز وجوه الحركة التشكيلية في المملكة من رواد إضافة إلى المواهب الفنية الشابة ليعكس بجدارة جمولية التجربة الفنية التشكيلية البحرينية والتي تشكل جزءا هاما من الحراك الثقافي المحلي موسيقى 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 اشتركوا في القناة